ودع حزين لرئاسة الحكومة البريطانية تريزا مي تعلن استقالتها بعد أقل من ثلاث سنوات في المنصب خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما كانت باباً دخلت منه مي إلى عشر دونينج ستريت إذ بها تشكل باباً للخروج بعد ولاية كانت الأزمة عنوانها الأساسية فمي بدأ أنها اعتادت أزماتها المتعلقة بخطة بريكست للخروج من الاتحاد الأوروبي سواء الأزمات التي تواجهها مع حزب العمال المعارض أو تلك التي تواجهها مع معارضيها داخل حزب المحافظين الذي تتزعمها وبحسب محللين فإن مغامرات مي السياسية وضعتها على طريق الاستقال منذ وقت مبكر حين دعت إلى تنظيم انتخابات عامة مبكرة في حزيران 2017 انتخابات أسفرت عن خسارة حزب المحافظين للأغلبية العددية في البرلمان وعززت من أوراق متشددي بريكست داخل الحزب فلشحوا في فرض هيمنتهم على خطط مي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وارتكبت مي خطأ آخر عندما أعلنت تحالفها مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الإرلندي لتضمن الأغلبية العددية في البرلمان غير أن الحزب كان سببا في فشل اتفاق بريكست الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2018 لرفضه الفقرات الخاصة بعلاقة إرلندا الشمالية بالجمهورية الإرلندية وكانت المحطة الفارقة في إعلان مي عن الخطوط العريضة التي ستتفاوض بريطانيا على أساسها مع الكتلة الأوروبية فيما أصبح يعرف بخطة تشيكرز الصادرة في تموز 2018 وهي الخطة التي أحدثت تصدعا واضحا في حكومة مي إذ أعلن وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير بريكست ديفيد ديفيس الاستقالة من الحكومة إضافة إلى عدد آخر من وزراء الدولة لتبدأ مرحلة جديدة من الشقاق داخل حزب المحافظين انتهت بتوجيه تحذير إلى رئيسة الوزراء بإمكانية تعديل قوانين الحزب بما يسمح بتصويت على الثقة في زعامتها ما لم تعلن موعي استقالتها يوم الجمعة الرابع والعشرين من آيار وبالفعل أعلنت مي استقالتها لتفتح الباب أمام منافسة داخلية على زعامة الحزب ربما يكون بوريس جونسون الأكثر تشددا إذا أوروبا أوفر المنافسين فيها حظا بما ينبئ بمواجهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ربما تفضي إلى انتخابات مبكرة في بريطانيا